عبد السلام محمد البكري المدير التنفيذي للجمعية الامنية في النحالين تقرى العسل تحدثنا كثيرا حول موضوع المبيذات وأضرارها على الإنسان أولا ثم على النحل وطواف النحل طبعا أضرارها على الإنسان في المستشفية تمليئة لمرضى السلطان ومرضى الترويف الكبدي الذي كان من أسبابها الأولى هي دخول المبيذات الممنوعة دوليا والذي استطاعت الوصول إلى اليمن بسبب ضعاف النفوس وبسبب عدم إقراءات المواصفات والمقاييس الصحيحة التي استطاعت الحصول على التصاريح ودخول اليمن سواء بطريقة رسمية أو عن طريق التهريب الذي شاع في الفترة الأخيرة والذي استطاع الوصول إلى الأسواق اليمنية وغزو الأسواق اليمنية طبعا نحن نعاني كثيرا في المحاصلة الزراعية في ما يتعرض له طواف النحل من تلف طواف النحل كثيرة بسبب مبيذات التي استطاعت أن تؤثر على طواف النحل على مدى ثلاثة كيلو متر تقريبا بسبب المبيذات التي ترش على القات محاصلة القات ومحاصلة الزراعية وتستطيع أن تؤثر على النحل بمسافة ثلاثة كيلو متر تقريبا هذا المعانا عنينها كثيرا تقدمنا بأكثر من عريضة للأخوة في وزارة الزراعة للحجر الصحي للحجر الزراعي تقدمنا بمنع هذه المبيذات التي كانت حديثة على اليمن يعني دخولها اليمن كان حديث وفي مرحلة حديثة واستطاعوا بسبب الأوضاع عرباهنا في البلاد وأن توصل إلى كل المحلات التجارية طبعا المحلات المبيذات مليئة بالمبيذات الممنوعة دوليا تباع عندنا بكل ريحية يعني ما فيش أي ملاحقات عليهم أو أي فروضات عليهم الوضع أصبح وضع مرز يعني بحيث أن المبيذات تباع على مرأة ومسمع من الجهات الرسمية وتقعص الجهات الرسمية والجهات الحكومية في هذا الموضوع سأدي إلى كارثة 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 طبيعية كارثة إنسانية بكل ما تعنيها الكلمة